بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض مطرح ما وقفنا بالزبط إحنا كنا وقفنا عند مسائل السلك المستقيم فهنبتدل النهاردة إن شاء الله بمسائل سلكين لو أنا عندي سلكين هتعامل مع السلكين إزاي؟ تعالوا كده نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم لو أنا عندي سلك وسلك تاني وده طياره الأعلى مثلا وده طياره الأعلى وانا عاوز كسافة الفيض عند اي نقطة بين السلكين المنتهى البساطة هقول لنفسي السلك دوت مجاله بالنسبة للنقطة دي الى خارج الصفحة استخدم قاعة اليادي اليومنا طيار لأعلى المجال خارج الصفحة هوت ممكن نكتب حتى بالعربي ده مجاله هنا للداخل وهنا للخارج ده مجاله داخل وده مجاله خارج طيب يبقى هنا كسافة الفيض عنده النقطة دي ولتكن اسمها سي مثلا بيساوي البي اللي جاي من السلك الاول واللي يكون اسمه الف والتاني اسمه بي طيب يبقى البي بتاع مين بقى طالما هنا هتحصل عملية طرح لان هما في عكس الاتجاه مقدرش اقول مين ناقص مين الى لما كنا عارف مين الاكبر فهنا في الحالة دي هجيب بي الف الاول وبي بي وشوف مين الاكبر في يوم يعني هستخدم بيل الكبير ناقص بيل الصغير طيب لو كنت عايز نقطة خارج السلكين من الجهة ديت لو خارج السلكين من الجهة ديت طبعا هي بتتعرض من دوت لمجال الى داخل الصفح طيب لو شلنا ده من خيالنا بيه حيأثر على النقطة ديت اللي ياسمها دي برضو الى داخل الصفح يبقى هنا المحصلة هتيجي بالجمع وهنا برضو بالجمع فهنا هيبقى بي توتل عند نقطة دي عبارة عن بي آآ ألف زائد البي به طب هنا برضو نفس الكلام بس هتبقى المحصلة الى خارج الصفحة لو اخترنا اي نقطة هنا واللي يكن اسمها اي يبقى البي توتل عند اي بيساوي بي آآ ألف زائد بي به عند تلك النقطة طيب في نقطة بس ممكن تلخبطنا شوية لما اجي اجيب البي بتاعت كل سلك بكون مركز شوية يعني مثلا هنا انا عايز اجيب البي آلف هي ميو آي آلف على تو باي دي براحة بقى ميو آي آلف مفيهاش مشكلة تو باي دي الدي هنا هتكون بين النقطة دي والسلك آلف طب لما اجي اجيب البي بتاعت بيه ميو آي بيه على تو باي دي ادي هنا ب kardeş النقطة دي عن السلك به مياشي ده لما يكون الطيرين يا جماعة في نفس الاتجاه طب لو الطيرين في عكس الاتجاه لو الطيرين في عكس الاتجاه خير طب على ذلك قالاتي لو الطيرين في عكس الاتجاه لو اخترنا نقطة بين السلكين لو انا كتبت بالعربي هنا المجال داخل وهنا خارج لو انا بصيت هنا كويس هنا هيبقى داخل وهنا هيبقى خارج طالما هنا خارج وهنا خارج انتم معايا حضرات يبقى لإيجاد المحصلة عند اي نقطة بين السلكين تكون المحصلة جامعة طيب وهنا هيبقى طالما في النص جامعة يبقى على الجانبين طالح طيب تمام بعد كده في تجازب وتنافر قد يحدث لو الاسلاك حرة يحصل بينها تجازب او تنافر يعني مثلا صلي عن نبي صلى الله عليه وسلم لو انا عندي سلك طياره في اتجاه معين والسلك التاني طياره في عكس الاتجاه لو كانوا السلكين متوازيين وقريبين من بعض تمام والسلكين حرين حيحصل المشهد دوت يعني السلك طري كده فبيسمح بالحركة واضح انه حصل بينهم تنافر طب وهنا بيقول لي بقى علل يا تنافر السلكان اذا كان الطيارين في عكس الاتجاه هقول له لانه عندما يكون الطيارين في عكس الاتجاه يكون المجال بين السلكين في نفس الاتجاه فيحدث تزاحم لخطوط الفيض بين السلكين وتقل لخطوط الفيض خارج السلكين فيتأثر السلكين بقوة من الداخل الى الخارج اللي يتبدو في صورة التنافر طيب لو كانوا السلكين طياراتهم في نفس الاتجاه حيحصل بينهم تجاذب علل هقول له لانه الطيارين لما يكونوا في نفس الاتجاه خطوط المجال في منطقة بين السلكين بتبقى في اتجاهين متعاكسين واحد خارج والتاني داخل فده يؤدي الى نقص خطوط الفيض بين السلكين وتزداد خارج السلكين فيتأثر السلكين بقوة من الخارج الى الداخل ماشي يبقى عشان احفظ بقى لو السلكين طياراتهم عكس بعض يحصل تنافر لو مع بعض حيحصل تجاذب طيب النقطة اللي بعد كده نقطة التعادل يعني ايه نقطة التعادل نقطة التعادل يعني نقطة بينعدم عندها محصلة كسافة الفيض طيب نقطة التعادل عشان ينعدم عندها محصلة كسافة الفيض يعني المحصلة صفر يبقى لازم المجال الاول والمجال التاني يبقوا متعاكسين ماشي يعني تكون في منطقة طرح ويكون المجالين قد وعد طيب يبقى احنا عايزين نعمل يا جماعة حاجة اسمها عنوان نقطة التعادل تقع نقطة التعادل في منطقة طرح اقرب للاضعف تيارا عنوان نقطة التعادل اكدنا بنبعط لها جواب كده عنوان نقطة التعادل تقع في منطقة طرح اقرب للاضعف تيارا ودي مهمة جدا بحيث تقسم المسافات يعني موضع النقطة يجعل المسافات تقسم بنفس نسب التيار ندي مثاله اتنين المثال الاول ان انا لو عندي مثلا دوت خمسة امبير ودوت عشرة امبير ماشي فين مناطق الطرح والجامعة هو بين السلكين في حالة التيارين في نفس الاتجاه هتبقى منطقة الطرح وهنا مناطق جامعة يبقى ما ندورش خالص على نقطة التعادل ولا هنا ولا هنا طيب وما النقطة تعادلت فين تقع طبعا في منطقة الطرح طيب يا طرف النص بالزبط بص احنا ممكن نجيبها بالمنطق الاول وبعدين نجيبها بالقوانين بالمنطقة انا لو وقفت في النص حيبقى تأثير العاشرة اقوى تمام؟ طيب انا محتاجة رحل شوية حرحل شوية لحد من المسافة تبقى تلتهت يعني ان بعدت عن دوت دي هابعد عن دوت تو دي بس الموضوع عايز ايجي بالارقام فلو كانت المسافة اساسا منهم تلاتين سنتي انا هقول ان نقطة التعادل هي تبعد عن الاول مسافة اسمها دي فتبعد عن التاني مسافة اسمها قد ايه بقى تلاتين ناقس دي طيب النقطة دي مش دي نقطة التعادل اه يبقى عندها بي وان بيساوي بي تو طيب البي وان ميو اي وان على تو باي دي وان ميو اي تو على تو باي دي تو بشاطب المتشابهين دول اي وان اي وان قيمتها خمسة دي وان اللي هي اسمها دي بالنسبة لي اي تو قيمتها عشرة دي تو محولتش تلاتين ناقس دي خليتها بالسانت زي ما هي بعد الاختصار والماص هتطلع دي معايا قيمتها عشرة عشرة سانتي يبقى انا هبعد عن السلك الاول عشرة سانتي وعن السلك التاني عشرين سانتي لاحظ انه النسب بين المسافات عشرة الى عشرين يعني واحد الى اثنين نفس النسب بين التيارات اللي هي خمسة الى عشرة يعني برضو واحد الى اثنين لاحظ مرة تانية نقطة التعادل وقعت في منطقة طرح اقرب للاضعف طيارا بحيث قسمت المسافات بنفس نسب تقسيم التيار طيب مثال تاني وبنفس الارقام بس هنغير حاجة صغيرة لو انا عندي سلك خمسة امبير والتاني عشرة امبير تمام؟ وبينهم تلاتين سانتي برضو بس الفرق زي ما انتم شايفين فيه انه التيارين في اتجاهين متعاكسين اول حاجة عشان ابحث جيدة عن نقطة التعادل هنا في النص جمع وهنا طرح وهنا طرح طبع عنوان نقطة التعادل مكتوب ايه اول حاجة تقع في منطقة طرح ماشي هنا بقى يحصل مشكلة انا عندي اثنين طرح بس انا ما سبتكش انا قلتلك اقرب لمين؟ ده الاضعف طياراً يعني هتدور هنا في اليمين ولا في اليسار؟ لا في اليمين تمام؟ طيب حنحط نقطة ونفترض انه دي نقطة التعادل عايزين نعرف بقى هي على بعد كام؟ بسيطة هقول له اذا النقطة كانت بتبعد عن السلك الاول مسافة دي فهي هتبعد عن التاني تلاتين زائد دي واقول له اه يبقى عند النقطة دي المفروض برضو بي وان بتساوي بي تو طب وبعد اختصار المتشابهين يعني اي وان على دي وان حيساوي اي تو على دي تو طب اي وان قيمتها كام يا اخوانا؟ خمس طب والدي بتاعتها اسمها دي طب وقيت اسمها عشرة طب والدي بتاعتها اسمها تلاتين زائد دي طب لما نيجي بقى نختصر على الخمسة فيها الواحد على الخمسة فيها الاتنين يبقى اتنين دي تلاتين زائد دي دي تيجي هنا يبقى دي واحدة بتلاتين يبقى انت هتبعد عن النقطة التعادل بتاعتك تبعد تلاتين عن اله فلما هتبعد تلاتين عندها هتبعد ستين عن التاني يبقى برضو قسمة المسافات بنفس نسب تقسيم الطيار طيب في حالة وحيدة ما فيهاش نقطة التعادل امتى صلى على النبي وانا اقول لك صلى الله عليه وسلم لو انا عندي الطيارين قد بعض 10 امبير مثلا و10 امبير والطيارين في اتجاهين متعاكسين فبينهم جامع تمام وعلى الجانبين طرح فهنا طبيعي ما فيش تعادل عشان ده جامع فالمحصلة هي مجموعة الاثنين انا عايز تعادل يعني الاثنين محصلة صفر طب هنا ليه ما فيش تعادل برضو لو سمينا السلك ده وان والسلك ده تو وجودي عند اي نقطة هنا حيبقى بي وان اكبر من بي تو دائما ليه لقرب المسافة يعني عند النقطة دي المجال اللي جاي من وان اكبر من مجال ما جاي من تو عشان قرب المسافة فيبقى حاصل الطرح لن يساوي صفر يبقى اكبر من الصفر فما فيش تعادل وهنا برضو على اليسار ليه ما فيش تعادل عشان اي نقطة على اليسار حيبقى بي تو اكبر من بي وان لقرب المسافة فيبقى الطرح بي تو ناقس بي وان بيساوي او اكبر من الصفر ماشي يبقى برضو هنا ما فيش تعادل يبقى الحالة الوحيدة اللي ما فيش نقطة تعادل يا جماعة اللي هي لما يكون الطيارين متساويين في المقدار ولكن السلكين في عكس الايه اللي اتجاه طيب عندي بعد كده اخر نقطة في التعامل مع السلك المستقيم لما يجيب لي مسألة فيها سلك وارض يعني ايه سلك وارض صلي على النبي صلى الله عليه وسلم المجال المغناطيسي الارضي بيكون مش دايما موازل الارض بيكون مائل على الارض بزاوية معينة مجال الارض بيبقى مائل على الارض بزاوية معينة فلذلك يبقى هذا المجال الارضي له مركبة افقية ومركبة رأسية بيتحلل يعني اه يعني مجال الارض كتير ما بيبقاش موازل الارض خطوط مجال المغناطيسي للارض بتبقى عاملة زاوية مع الارض لكنه بيه مجال خارجي كده مائل فبنحلله فلهم مركبة افقية موازل سطح الارض ومركبة رأسية عمودي على الأرض ماشي فلما مؤلف المسألة حيقول لي سلك مستقيم عمودي على الصفحة سلك مستقيم أو سلك رأسي عمودي على الصفحة ماشي السلك الرأسي اللي عمودي على الصفحة مجاله أفقي مجاله أفقي دواير أفقية كده سلك مستقيم عمودي على الصفحة مجاله دواير أفقية ماشي وبعدين طيب مش السلك ده موجود في الأرض في الكرة أرضية طيب يبقى لازم مجاله حيتراكب مع مجال الأرض طب صلي عن نادي صلى الله عليه وسلم لو أنا مثلا مجال الأرض أنا واقف بطريقة بحيث أنه مجال الأرض أو المركبة الأفخة لمجال الأرض جاي علي أنا يبقوا كأنه في خطوط مجال جاي علي ماشي طب والسلك هو الألم دوت مجاله عمودي على الأرض طب تمام للداخل عمودي على الداخل أرض فخطوط مجاله حتبقى كده ماشي طيب الدوائر اللي بالشكل ده كده المنطقة دي المجال بتاع السلك جاي مع مجال الأرض في نفس الاتجاه فالمنطقة دي حيبقى فيها جمع مجال السلك مع مجال الأرض المحصلة طب المنطقة اللي قصدها حيبقى مجال السلك جاي كده عكس مجال الأرض فالمحصلة طرح المجالين الكبير فيهم لقاء صغيرة طب هنا حيبقى المجال بتاع السلك متعامد مع مجال الأرض تمام فالمحصلة هتبقى جازر بسلك تربيع زائد بأرض تربيع وكذلك الحال في المنطقة دي طيب طيب ما تيجي نشوف الكلام ده على الصبورة بترسم ازاي صلوا بنا على النبي صلوا صلوا لو قال هو سلك عمودي داخل الصفحة فأنا برسم على طول اكسا تمام ده سلك طياره عمودي داخل الصفحة فبرسم كمان مجاله بالشكل دوت يبقى اتجاه المجاله طيب وقال لي ان المركبة الافقية لمجال الارض من جنوب الصفحة الى شمالها يعني في مجال ارض جاي في هذا الاتجاه تمام وبعدين هقول لنفسي انه عند النقطة ايه عايز محصلة المجال طب ما مجال السلك نازل لتاحت ومجال الارض طالع لفوق يبقى المحصلة دي بيه توتل بيه لصاحب المجال الكبير فيهم ناقس بيه لصاحب المجال الصغير ماشي طب والنقطة دي النقطة دي المجال بتاع السلك ماشي مع مجال الارض فالمحصلة ببساطة جديدة بيه سلك زائد بيه ارض طب اما دي بقى مجال السلك عمودي على مجال الارض طب واللي فوق دي مجال الارض هوق عمودي على مجال السلك هي هي يعني سواء دي او دي بيه توتل جزر بيه سلك تربيع زائد بيه ارض تربيع ماشي دي من ضمن الافكار المهمة المتكررة ننتقل بعد كده للملف الدائري بس بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لو انا عندي سلك مستقيم عملته على شكل ملف دائري يا ترى ايه اللي حيحصل في شكل المجال واتجاه المجال والقوانين اللي احنا هنستخدمها لتحديد شكل المجال عمليا نحضر ورقة بيضاء فيها ثقبين وانمرر منهم السلك تمام والطيار حيمر في هذا الاتجاه ولو انا حطيت برادة حديد على الورقة وبدأت اه اطلق طرقات خفيفة على الورقة انا اتوقع ايه الاول وكأنه ده سلك مستقيم الجزء اللي طالع دوت فحيعمل دوائر حوالينه وده برضو سلك مستقيم نازل حيعمل دوائر حوالينه بس الدوائر دي والدوائر دي عشان ده طالع وده نازل حتبقى في اتجاه واحد يعني الخطوط حتبقى في اتجاه واحد وبالتالي يحصل بينهم تنافر فالمشهد بالضبط يا جماعة حيبقى بالشكل دوت ورؤية تانية لنفس المشهد بس من اعلى يعني احنا لو بصينا من فوق حنشوف الورقة مستطيلة وحنشوف السلك في شكل خط والخطوط بالشكل دوت كده طيب صف هذا الشكل صلى على النبي وانا اقول لك صلى صلى اول جملة تتقالف وصف الشكل دوت واحد يشبه مجال قرص مصمط انت انت لو جبت المغناطيس قصير قوي تمام ورسمت له خطوط المجال برضو بطريقة برادة الحديد هتدي نفس الشكل تقريبا طيب يعني يشبه مجال قرص ايه يعني ايه قرص مسمط جنيه فضة ممغناط لو اتحط في الورقة هيعمل لو هو ممغناط يعني نفس الشكل دوت مش لازم مش من الفضة يعني اصد مغناطيس في شكل الجنيه اتحط في الورقة وتحط علي برادة حديد فهيدي نفس شكل خطوط المجال فمجاله يشبه مجال قرص مسمط طيب تمام آآ تاني نقطة اتنين ويعمل وجهيه كقطبي المغناطيس هيعمل وجهي الملف طيب نكمل بعد الفاصل ان شاء الله نخرج فاصل ونرجعها ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته